اشتركوا في القناة في جانب الفلسطينيين اخوات اللي اتضمرهم وتبهدنهم واتضمر بيوتهم فويفد ما بينهم عشان توسط صوتها للعالم كله عشان العالم كله يعرف ان الفلسطينيين ان الارض دي ارض فلسطينية وليست اسرائيلية زلت طوال عمرها تخدم في الفلسطينيين وتقف بجانبهم وتهدئهم وتضع عليهم السكينة والوكارة شرينة بعقلة هي من اصول فلسطينية شرينة بعقلة هل هي مسلمة ام مسيحية على حسب الاقوال انهم يكلون ليست مسلمة بل هي مسيحية شرينة بعقلة في اليوم اللي استشهدت فيه استشهدت فيه هي كانت دخلة وكانت لابسة هدوم التصوير وكانت لابسة الخوزة وكانت لابسة كل حاجة على حسب الاقوال كما قالت زميلتها اول اول ما دخلت هي اول واحدة كانت دخلة دخلين يصورهم الكوات الإسرائيلية ودخلين يصورهم الجيش الإسرائيلي ومش عارفة فأول من الغلت استهدف رصاصتين رصاصة إيجت فيه رجل زميلها في الشغل وجاءت طلقة أخرى في رأسها فاستشهرت شرينها بعقلة وطلبوا الإسعاف وطلبوا وطلبوا لكن عندما يأتي الموت لا محال اللهم ارحمها يا رب العالمين بعد أما بعد الحادث إسرائيل بقى طلعت تتكلم إسرائيل قالت إيه لا إسرائيل أما ترحب تقولي لا إحنا ما قتلناش إسرائيل أما ترحب تقول إرهابيين فلسطينيين هم اللي قتلو لو هم على كلامكم في الإرهابيين فلسطينيين طب هي وقفة بجانب الفلسطينيين هي وقفة بجانب الفلسطينيين فلو هي كانت مستهدفة كانت زمانها تقتلت من زمان مع أنها وقفة من زمان والإرهابيين عارفينها والدنيا كلها عارفين يعني لو هي مستهدافة كانت زمانة قتلت من زمان ولكن الإسرائيليين هم اللي قتلوه مهما كان ومهما حصل مش هنسدى الإسرائيليين لأن الإسرائيليين هم المنافقين والمنافق بكلمة قدامك ومن وراءك كلمة تانية يعني المنافق ما تسدهوش الإسرائيليين هم اللي قتلوه لأن هي كانت دخلة تصور الكوات الإسرائيلية كانت داخلها تصور الكوات الإسرائيلية فاستهدفت بطلقة اللهم ارحمها يا رب العالمين فالخلاصة من كل دي أن هي وقفت مع الحق واللي يقف مع الحق ربنا بجزيه وربنا بيكرمه اللي يقف مع الحق وقفت مع الحق وقفت مع إخوته ضد أي احتلال يأتي عليهم واللهم ارحمها رحمة واسعة ولو بتحبوها اكتبهم في التعليقات ماذا حبك وحبك لها واعملوا هاشتاج أنكزوا أو اترحموا على شيرين أبو عقلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده عرفتوا كافة التفاصيل عنها لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر الجرس ولكم جزيلة شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته